طيب ايه الطابقس اللي احنا هنتكلم عليها اول حاجة هنعمل الانتروداكشن كده على الدايوت تمام بيتكون زي والقرنس اللي فيه ومنه هنخش على المودلز بتاعة الدايوت هناخد كذا مودل يمكن هنركز على مودل او اتنين بس نحلي بهم مسائل بس الباقي ايه لازم تبقى عارفينه يعني طبعا الابليكيشن بتاعت الدايوت تمام وهتاخد ايه معمل على الدايوت والابليكيشن بتاعته الدوائر بتاعت الدايوت تمام بعد كده هنمسك البي جي تي هنعرف ازاي بيشتغل البي جي تي المودل بتاعت البي جي تي تمام وازاي نعمل امبليفاير بالبي جي تي نفس الكلام هنقرره على المصفت تمام البي جي تي ده ترانزيستور والمصفت ده ترانزيستور هنشوف برضو الابليكيشن بتاعته والاكويشن والمودلز بتاعته وازاي نعمل بيه امبليفاير بعد كده هنتكلم عن الابامب الابليشن الامبليفاير والدوائر بتاعته وليها امبليكيشن كتيرة إن كانت يعني هنلاقي إن احنا ايه هناخدها في ثلاث محاضرات تقريبا كذا نوع كذا توصيلة كذا امبليكيشن حتى الدجتال توانالوج والانالوج تودجتال ينفع يتعملوا بيه الابامب فهتلاقيهم ايه التابك ده القابل الأخير مع الابامب في المحاضرات فصل المحاضرات الانتجريتد سيكت تايمرز أو المالتي فيبيريتور دي هتبقى آخر لاب هتاخدوه اللاب الخامس دريبا عليكم كمس لابات اللاب الأخير هو أنا مش هشرحه في المحاضرة ولكن هيتشرح في المعمل تمام وهتاخدو عليه أعملي وهتمتحنو في الفاينل يعني مش معنى ان أنا ماتبتوش في المحاضرات لابقى أنا مش هجيب اسئلة عليه في الفاينل لأ يخش معنا في الفاينل عادي ولو تبقى وقت ان شاء الله هناخد الفلتر تمام في حد فاتح المايك شباب في حد فاتح المايك بالغلط تمام طيب الريفرنس بتاعنا صدرة ده أساسي تلاقي المحاضرة بتاخد منه الأسئلة بتاخد منه بتاعت الشيت تمام ويراظة فيه هو أصعب شوية بس إيه شغال معنا تمام خش على أول حاجة الدايوت الدايوت بتكون من إيه الدايوت ده الاسم التجاري بتاعه احنا بنجيب P-Type Silicon وN-Type Silicon ونحطهم جميع بعض بالمنظر ده بحيث إنه هو القز أو الناحية اللي فيها P-Type بنسميها الأنود ونحية اللي فيها ال-N-Type بنسميها الكاثود تمام فبيكون هنا ما بين P وال-N حاجة اسمها P-N-Junction تمام في بداية التصنيع ال-P ديت تعرفين ال-P-Type Silicon يعني عندنا ال-Free Ions هي إيه Holes D-Post بتشارج تمام وال-N-Type تعبارة Free Ions هي إيه هي Electrons تمام Minority في ال-P-Type هي عبارة عن إيه Electrons تمام وإحنا عندنا في ال-P-Type Holes كتير وElectrons قليلة وال-N-Type Electron كتير و-Holes 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 تمام فبيحصل إيه أول ما بنركب ال-P-Type جنب ال-N-Type كده على طول يحصل diffusion يعني إيه هنا Holes كتير وهنا Holes قليلة رحصل إيه ال-Holes تتحرك ل-A لل-N-Type وال-Electron هنا Electron كتير وهنا Electron قليلة فال-Electron تتحرك لل-P-Type تمام Electron ماشي من-N لل-P يبقى current ماشي إزاي من-P لل-N Holes ماشية من-P لل-N يبقى current ماشي من-P لل-N ال-Current بنسمي إيه diffusion current العالم بتاعته ID diffusion current بسبب اختلاف العدد ال-Electrons وال-Holes في كل ناحية تمام هيفضل current دوت شغال ماشي لا هيوصل للمرحلة يبقى ال-Junction دي stable وال-Current ب-Zero إزاي إزاي بيوصل للإستباتي ال-P-N Junction دي إزاي حتوصل للإستباتي أنت ال-Electrons هنا هو اللي حتسيب ال-N Type حتسيب وراها إيه Fixed Postive Ion Electrons سيب ال-Ion تمام وراح ننحى التانية بقى يبقى هنا في إيه Postive Holes في ال-P-Type ثابت ال-Ions بتاعتها فال-Ions اللي إيه هتاخد Charge إيه Negative هتمن ها في الآخر كله متعادل لا هي Postive ولا هي Negative هالصوت بيقطع جدي هالصوت بيقطع عندك كلكم لا يبقى من التبتاعك أنت بشمانس طيب هنا وهنا وهنا دي فيكسد دي فيكسد احنا عندنا نوعين من أنواع التشارج التشارج الفي تشارج ديت اللي هي إلكترونز و هولز والفيكسد والفيكسد تشارج اللي هي إيه يا بوستف آيوم يا نيجاتيف آيوم تمام فهنا ظهر لنا فيكسد تشارج هنا بوستف وهنا نيجاتيف ما بينهم هيحصل إيه إلكترك فيلد إلكترك فيلد اتجاهه من فين لفين من البوستف للنيجاتيف والمنطقة دي حتبقى مفهاش فيي إلكترونز هتبقى فيكسد تشارج بس فبنسميها ديبلشن 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 ريزون ليه ديبلشن ريزون لأن ما بقاش فيها في تشارج هي كلها آيومز تمام؟ وفيها إلكترك فيلد من البوستف للنيجاتيف الإلكترك فيلد دوت يمشي كارنت من فين لفين اتجاهه يمشي كارنت في اتجاهه الإلكترك فيلد يمشي كارنت اسمه آي اس في اتجاه الإلكترك فيلد معنى كده إن لو فيه هول هنا هو إيه؟ ترجع للبي طيب ولو فيه إلكترون هنا هو يرجع للن طيب الإي اس اتجاهها مع ولا عكس الإي دي الإي اس ده اللي هو دريفت كارنت بسبب الإلكترك فيلد عكس اتجاه الدفيوجون كارنت عشان كده في الآخر بنوصل للإكوليبيوم اللي هو فيه التو كارنت بيتساوه مع وقت الدفيوجون كارنت ساوة الدريفت كارنت والمادة وفيت إيه؟ الجنجشة دي بقيت ستيبل تمام يا شباب؟ معنى كده لما أنا ديك ضايد هو مش حيمشي فيه كارنت في حالة الإكوليبيوم مش حيمشي فيه أي كارنت في حد عند سؤال؟ لا تعمل يا دكتور تعمل يا دكتور تعمل الفولت يعني ما دكتور في حالة الإكوليبيوم بيكون فيه كارنت من الاتنين بس متساوي ولا بيكون الكارنت اتقتل كله؟ آآ ما خلاص وقفوا بعض يعني الكارنت الدفيوجون اللي حصل وقف الصغير كده كده مش هيمشي يبقى فيه دفيوجون عشان الكترك فيلد كبير فمش هيسمح يبقى فيه دفيوجون بالزبط؟ وطالما أنا إكوليبريوم فالمفوض برضو ما بقاش فيه دريفت وده منطقي عشان الدفيوجون ريجون ما فيهاش كاريرز عشان تدريفت فكده مفوض الاتنين كارنت يتصفروا صح؟ الاتنين كارنت هيسابوا بعض طيب تمام هيسابوا بعض يتصفروا هو والتوتال كارنت حيبقى صفر ما فيهاش ما فيهاش حركة من ن للبي ولا من البي للن التوتال كارنت بس انت مش الماتيريال أساساً حتى لو هي يعني ما هياش شارجد بس فيه حركة إلكترونس راندم فالتوتال بتاعها كان تزيروا فانت مش شايف كارنت فيه فرق ما بينهم صفار وفيه فرق انهم في الإكوليبريم فمشاو بعض كاريرا ما شواندس؟ طيب طيب الجنكشن دي بسبب الالكتريك فيلد هتعمل فالفولت منسميه البلت ان فولتج هو لي الله قابي الثيرمال فولتج اللي هو 25 ملي فولت تمام؟ لن ن ايه الدوپنج بتاع ال ايه ال البي والن طيب تمام؟ ن ايه في ن دي على ن اي سكوارد اللي هو الانترانسيك دوبي تمام؟ انا مش هخش في فيزيكس كتيرة انا عايزة بس ال ايه الكونسبت يبقى معروف ليه؟ عشان هناخد الحالتين بتوع الديو الحالة الاولانية ريفيرس بايس الحالة التانية الفورورد بايس ايه الريفيرس بايس و ايه الفورورد بايس؟ تمام؟ ريفيرس من معناها كده يعني هي عكسي فمش هتمشي كارند كبير مش هتمشي كارند كبير بس هيبقى فيه كارند صغير ماشي تمام؟ طيب الحالة دي بتحصل امتى؟ لما ال ا احنا هنحط بطارية على الضيط تمام؟ هنا البوستف بتاحها هنا النجاتف بتاحها النجاتف النجاتف سوري البوستف مع ال ان والنجاتف مع ال بي تمام؟ نعم؟ طيب هايساعد انهي قارند الدريفت قارند بسبب البلد ان هنا هوت؟ ولا الدفوجن؟ والدفوجن ايه تجاه فين؟ كذا من ال بي للن وي الدريفت قارند بسبب الايه الالكترق فيلد اللي في الدرانجشن هنا من ال ان لل بي طيب ال في ار دي عايزة تمشي من البوستف للنجاتف بتاحها صح؟ تمام؟ فهدي هتساعد مين؟ هتساعد الاي اس الاي اس ديت اللي كانت جاية من الايه هنا البوستف عينز وهنا النجاتف عينز تمام؟ طيب فإيه اللي بيحصل؟ عدد الهولز اللي اتحركت من البي للن عدد الهولز اللي اتحركت من البي للن وعدد الالكترونز اللي اتحركت اه للبي من الان للبي عكسها حيقل لانه عكس الايه الالكترق فيلد داوت فإن اللي يحصل للديفيوجون كارنت حيقل مين اللي حيزيد الدريفت كارنت اللي هو ايه؟ هو عايز يمشي هولز تمام؟ من الان للبي هي الهولز في الان ماجورتي ولا مينورتي مينورتي فهو يعني بيدور في الحبق ليلين أو يمشيهم من الان للبي والعكس صحيح عايز فري إلكترون تمشي من البي للان طب هما مينورتي ولا ماجورتي في البي في البي تايب مينورتي فهو الالكترق فيلد موجود وقاوي ولو لقى الفري إيونز دي حيحركها سوري الفري إلكترونز أو هولز حيحركها تمام؟ بس هي مش موجودة هي للأسف عددها قليل في الان وعددها قليل في البي فإلا هيحسن القرن ده حيبقى إيه؟ صغير جدا تمام؟ لدرجة إن إحنا في الريفرس هنعتبره بزيرو يعني إحنا في حالات كتير هنقول الريفرس القرن ده بزيرو كأن ما فيش قرن بس هو موجود وكمتو زيار والقرن ده بيمشي من الان للبي تمام يا شباب؟ ده الريفرس أحد مش فهم حاجة؟ تمام يا دكتور تمام تمام الفورورد العكس بق هنوصل إيه في الفورورد؟ هنوصل البطارية البوستف مع البي والنيجاتيف مع الان ده يساعد من الدفوجون كارنت حيمشي إيه؟ حيمشي الهولز من إيه؟ من البي للان في ماجورتي من الهولز في البي وي حيمشي الالكترونز من الان للبي وفي ماجورتي في الان طايب في ماجورتي من الالكترونز في الان طايب فالقرنت اللي حيمشي هيبقى إيه؟ كبير الاد دوت هيبقى كبير جدا مين اللي هيعكسه الإيه؟ الإي اس القرنت بسبب الالكترونز فيلد إيه؟ هنا هوبت وده كنتوا هتبقى إيه؟ صغير تمام؟ فالإي اس هيبقى صغير جدا تمام؟ والقرنت هيمشي من البي للان بي حد عن السؤال؟ طيب تمام طيب إحنا كده عندنا يا فورورد يا ريفورس تمام؟ الدايوت دعا الاسم التجاري للبي الجانشا الدايوت بنعبر عنه بالسيمبل دوت هو مسلس كده وعنده شرطة المسلس ناحية المسلس ده الانوت تمام؟ اللي فيها البي طيب وي الاشرطة دي عند الكاثود اللي عندها الان طيب تمام؟ عادة عادة هنتفق في الكورس إن إحنا أي كارنت ماشي في الدايوت هو ماشي من البي للان نسميه اي اي ضايوت تمام؟ والفولت اللي على الدايوت هو من البي بردو للان ده الفولت طيب أنا قلتلك كارنت بالنيجاتيف يبقى الكارنت ماشي من فين لفين؟ من الان للبي ده ريفرس كارنت لو تلك فولت بالنيجاتيف عالدايوت يبقى ده فولت من فين لفين؟ من الان للبي تمام؟ فهو الكارنت لما يبقى بوستف إحنا في الفورورد الفولت لما يبقى بالبوستف إحنا في الفورورد الكارنط بالنغатив يبقى إحنا ريفيرس فولت بالنغатив ريفيرس تمام الـ Exact Model هو الـ A اللي إحنا طلعنا من الـ Equation اللي هي D ناقص IS Diffusion Current ناقص الـ A الـ IS طبعا ده هتبقى الكارنط هو الـ IS في الإكسبونيشن V على V Thermal يعني الترمي ده كله هو الـ ID ناقص الـ A الـ IS تمام يعني ده الـ Exact Model تمام إكسبونيشن Equation تمام ما بين الكارنط والفولت ده الكارنط اللي ماشي في الدايوت وده الفولت اللي على الدايوت وعرفنا اتجاهاتهم ازاي من الـ P للـ N تمام طب نيجي نرسم الـ A الـ Equation Date اهو الـ Current علاقة الكارنط بالفولت Exponential تمام احنا عاينين الـ IS صغيرة جدا فأهمل ناقص واحد قلنا هي IS في Exponential V على V Thermal على طول ده في الفورورت ده في الـ Reverse اللي بيحصل هو ما فيش إلا الـ IS اللي ماشي تمام فالـ I الـ Current بتاع الضايد هو Negative IS وعرفنا ليه negative عشان هو ايه ماشي عكس اتجاه الـ A اللي احنا اتفقنا عليه حيمشي من الـ N للـ P اللي هو من الكاثود للأنود تمام يا شباب في حد عنده سؤال دكتور بس الـ V Thermal دي بتتعلم ده ده الـ Constant الـ V Thermal ده الـ Constant اللي هو 25 ملي او 26 ملي تمام بصوا شباب الموضل ده هو Exact Analysis هو اكتر حاجة accurate بتعرف في الـ Deutch بس احنا دايما المهندسين نحب ايه نعمل Approximation لا هو انا حاعد حل مسألة بExponential لا انا حولها الـ A للينير تمام وتبقى اجابتي قريبة من الحل الدقيق انا ما همينيش الحل يعني يطلع 10 1 1 1 1 مايفرقش معايا 0.1 ديت خالص هي 10 على طول تمام فعلش فعلشان نبقى Practical اكتر ونعمل دواير اكتر وما يبقاش ايه بنقتل الوقت في حل Exponential عملنا كذا model للضايد غير الـ Exact model ده اول model هو ideal diode الـ ideal طبعا كلكم هتحبوه ده احسن model ليه هو ايل اني الـ Diode هيبقى يا Forward يا Reverse طيب خلينا نبتدي بالForward Forward هنكتبره Short Circuit ويمشي اي كارد يبقى Volt بالZero تمام ويقدر يمشي اي كارد طبعا فاكرين الـ Exact كان ايه كان Exponential كده قلنا لأ حبة دي صغيرين فيش مشكلة هي ايه Volt اللي على الـ Diode على طول zero كأنه Short Circuit ويمشي اي current حسب هو محطوص في الدايرة ده في الForward طب في الReverse هيبقى مفتوح تمام الـ Current اللي هيمشي دايرة مفتوحة Open Circuit كده كم zero دكتور zero 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 الصوت اطعا الصوت اطعا اشتركوا في القناة 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 على الدايوت بنحط البي معاها والن معاها النيجاتيف تمام وحين اعتبرنا ان الدايوت ده ideal يعني ايه يعني في الforward bias تمام يمشي الcurrent اي current والvoltage drop عليه بكام بzero يعني قربنا كده هو بدل ما هو exponential لا قلنا انه هو ايه current اي current يمشي بس الفولت على الايه الدايوت حيفضل ثابت وهو zero كأنه switch short circuit تمام والreverse كأنه switch مفتوح open circuit ياخد اي volt تمام والcurrent اللي ماشي فيه كان بzero ادي current بzero وياخد اي volt بس الفولت اللي هياخده ده هيبقى بالايه بالنيجاتيف تمام لانه في الايه في الـ reverse تمام وياخد اي قيمة تمام بس current اللي ماشي في الـ diode بzero هدنا عندو اي سؤال تمام تمام نحل مسألة الايجزامبل دوت بدينا هنا بطارية 10 فولت بصوه هو بيختصر الرسل بمعنى ايه هو المفروض يحطلك هنا هون ادي هون postive negative تمام وده الـ postive والـ a والنيجاتيف على ايه على volt اللي هو ايه ground بتاعنا تمام فده اختصار بدلا ما كل ما بنرسم كل الرسمة دي واحطلك هنا 10 فولت DC لأ انا بقول لك هنا هو 10 فولت البصتف بتاحها وهنا الـ a النيجاتيف بتاحها اللي هو وصل بـ a background الدايرة تمام عندنا مقامة 1 كيلو اوم current اللي ماشي المفروض نحسيبه كام والفولت اللي على الـ diode برضو كام تمام هنا 10 فولت وهنا 0 بقى لا اعترارنا في يعني الـ diode كده شايف ناحية ال-p فولت بالبصتف ولا بالنيجاتيف شايف العشرة فولت دي عن طريق resistance اه بس يعني يوم ما حتقل حتقل حاجة بسيطة وعند ال-n شايف ايه شايف 0 صح هنا شايف 0 وهنا شايف حاجة قرب العشرة فولت يبقى الضايد ده on ولا off forward ولا reverse forward forward on ده forward يبقى voltage drop بتاعه بكام الفولت اللي على الضايد 0 بزيرو جميل هنا 0 والقرنت اللي ماشي نحسيبه بقى ده current ماشي من العشرة فولت بمر على واحد كيلو داخل على الضايد اللي هو voltage drop عليه بزيرو وهنا ايه 0 هنا voltage drop بزيرو يبقى voltage drop على واحد كيلو اوم بكام اللي عشرة كلها هنا عشرة هنا zero zero يبقى voltage drop على واحد كيلو هي لعشرة فولت كلها صح ولا لأ طب عشرة فولت على واحد كيلو يمشي current كام الى لك من current والفولت current هي ساوي volt على resistance الفولت بكام عندنا عشرة فولت على resistance كام واحد كيلو يبقى current اللي ماشي في الدايود في resistance ونكمل في الدايود كنتو كام عشرة ميلي أمبير حد عند سؤال ناخد بي شألة بالدايود خلى نحية البطارية وال P هي نحية ground أو zero volt ال P عليها zero volt وال N هتبقى عشرة أقل من عشرة يبقى الدايود دوت في ايه reverse وما دام في reverse عارفين current على طول بكام zero zero مفيش current هيمشي في الدايود تمام طب الvoltage drop على الدايود بكام خليني بس هنا هوا أقول ان الvoltage drop بنحطه على الدايود الP معها دايما الpost وال N معها دايما الnegative مفيش current أو current zero ماشي في resistance يبقى الvoltage resistance بكام zero voltage ساوي IFR لو قلتلك current بzero resistance واحد كيلو zero مضروبة في أي رقم بzero يبقى هنا voltage drop zero يبقى العشرة فولت هتروح كلها على ال 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 بس بال 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 يبقى ال 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 هي ساوي ناقص عشرة فولت عدان سؤال مصعب ال اجزامبل شوية كمام ناخد الحاف wave rectifier طيب ال 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 عبارة عن ايه عندي اهو d signal ما هيش stop line ما هوش gc t ac تمام من vp ل negative vp يعني هو شغال من ايه من vp ل negative vp sinusoidal تمام current اللي ماشي في ال ضايد اهو id voltage drop عالضايد او post negative vd وعندنا هنا resistance بناخد عليها output voltage بنسمي الدايرة دي half wave rectifier ايه الhalf wave rectifier ان احنا مدخلين signal sinusoidal post negative تطلع تطلع الpost بس يعني اللي على resistance يطلع الpost بس تمام حنشوف ازاي ناخد ايه احنا الدايد ايديل فسهل حنتعمل معاه هو forward ولا reverse لو voltage عند p هنا هو بالpost وده ground الزيرو بتاعنا تمام يبقى الدايد ده هيبقى في الايه في الforward ويبقى short circuit لو النقطة دي اللي هو signal بتاعتنا بالnegative وهنا zero يعني negative على p وزيرو على end هيبقى ايه هيبقى reverse وcurrent اللي ماشي فيه هيبقى بzero تمام طيب خلينا نرسم الحالتين ادي الحالة الاولانية ان الايه هنا هوق بالpost فالضايد فالضايد بقى ايه short circuit يعني الفولتج اللي عليه بكام بzero وفيه current ماشي فيه ولو السيجنال هنا بقت بالnegative تمام يبقى الدايد هيبقى reverse يعني open circuit يعني current اللي ماشي بzero بس فيه voltage drop هنا عالضايد وحيبقى بالnegative الفولتج drop دوت تمام طيب السيجنال دي قلنا شكلها ايه sinusoidal postive negative postive negative صح خلينا في الجزء البوستف قلنا لما تبقى postive الدايد هيبقى forward صح هيبقى short circuit يبقى الفولت اللي على resistance هيبقى ايه short circuit الفولت اللي على resistance هيبقى هو هو الفولت بتاعت السيجنال والسيجنال ايه شي لقى طلع من zero لل vp وبعد كده نزلة تاني فالفولت اللي على resistance طلع للvp ونزلة تاني postive فالpostive هيطلع زي ما هو على resistance انا بارسم v-output خلوا بالكو ال v-output دي هي الفولت اللي resistance طب في ال-reverse negative هادي ال-negative negative voltage ال-dye بقى open circuit ما فيش current ماشي ما فيش current ماشي يبقى voltage drop على resistance بكام ما فيش current ماشي في resistance يبقى ال-voltage بكام بزيرو هادي ال-voltage بزيرو يبقى postive يطلع زي ما هو negative يطلع بزيرو دخلنا signal sinusoidal طلعت البوست بس دي الدايرة دي اسمها ال-half wave rectified في حد عن سؤال دكتور مش المفروض البولاريتي بتاع اخر حاجة دي تبقى معكوس ايو ايو ايدي الدايرة اللي تحت دي ال-D صح عايز بتاع ايه مش المفروض البولاريتي بتاع دي تبقى مقلوب عشان هي داخلة ماينس الاول بعد كده تبقى مجب يا داخلة هنا negative صح هنا negative بزرق تمام negative ده ميخلي الدايد ماله reverse هيخليه reverse بس المفروض بقى ال-birth اتعاكست ليه بقى المفروض ان هي داخلة سالب بعد كده مجب ما هو ده اللي انا قلته في الاول هنتفق ان احنا هنسبت ال-Volt على ال-D ال-P على ال-P وال-N على ال-M تمام تمام في الحالة ديت ال-VD هتبقى post ولا negative negative لانه في ال-reverse قلنا ال-Volt في ال-reverse حيبقى بال-negative تمام هتبقى ده هتبقى هتبقى سؤال تاني طيب احنا شفنا ال-Input وال-Out عايزين نشوف ال-Dyod بقى ال-Volt اللي على ال-Dyod نرسمه ازاي تمام ال-Current اللي على ال-Dyod اكبر قيمة ليه كام ليه لان اكيد ال-Maximum Current ده لو زاد عن حد معين هيحرق ال-Dyod نفس الكلام ال-V-D اخرها كام ال-Maximum عليها كام في ال-Forward وفي ال-Reverse لان اكيد لو زاد ال-Volt عن كلمة معينة ال-Dyod هيتحارق و-A و-Transfer Function يتلب دايما ترسم ال-A Transfer Function بتاعة ال-Dyra يعني ايه Transfer Function يعني V-Output versus V-Input فين ال-V-Output اللي على Resistance علاقتها ايه بال-V-Input دعونا نبدأ بال-Transfer Function احنا قلنا ان ال-V-Input دي لما تبقى Postive تمام تطلع على Resistance زي ما هي ولما تبقى Negative اتفاق اتفاق انا اتفاق لما تبقى Negative اللي هيحصل هنا حتى الله زير و دا اللي اتفاقنا عليه هلونا نرسم بق V-Input و V-Output ادي V-Input بال-Post تمام ال-V-Output تبقى ايه هي هي ال-V-Input صح تطلع زي ما يعني خط مستقيم والسلوب بتاعه بواحد V-Input بواحد فولت هنلاقي V-Output بقى واحد فولت V-Input بخمسة فولت هنلاقي V-Output بخمسة فولت دي العلاقة بال-V-Output وV-Input في ال-A في الجزء الباست لما V-Input تبقى بنيجاتيب في V-Output قلنا هتبقى بإيه بزيرو اهي بزيرو ادي V-Input اي يقيم V-Input بالنيجاتيب ال-Output هيفضل ثابت على الزيرو بيحد عن سؤال طيب ثاني حاجة ال-Peak value بتاعة ال-Diode Current ال-Current ده ال-Maximum Current اللي ماشي في ال-Diode هيبقى بكام مش في Current ماشي البوستر لما ال-A ال-Diode يبقى Forward يعني لما ال-Volt اللي على ال-Resistance دوت يبقى بال-A البوستر صح وإحنا اللي فيه Output اهي تمام ماشي فيها ايه Volt ال-Volt البوستر ظاهر وال-Zero Voltage البوستر ظاهر وال-Zero تمام لما يبقى ال-Voltage بال-Post Current موجود وكمت Current اللي ماشية هي عبارة عن ايه Volt على Resistance وقرن ده هو اللي ماشي في ال-Diode هو هو ماشي في Resistance وقرن اللي ماشي في ال-Diode وفي Resistance كنتم جبها ازاي ال-Volt على Resistance تمام ال-Volt هو Maximum Volt VP يبقى الماكس مام Current اللي حيمشي في ال-Diode هو VP على R حسب بقى هو هيدي كلمة VP بكم و R بكم يه مهم نحسب ال-Value دي لأن كل ال-Diode لي Maximum Current يمشي فيه لو مشي اعلى منه يبقى انت حقر تحرق ال-Diode يبقى انت عامل دايرة غلط ما بتشتغلش تتحرق أول ما توصلها تمام فلازم ايه حزمة دي تبقى عرف طب ايه تاني لن Maximum Current Maximum Reverse Voltage Reverse Voltage لو زاد عن كويمة معينة الضايل برضو ممكن يتحرق طيب Reverse Voltage دوت والVolt اللي عضايل بالPolarity دي ال-Post عند P والNegative عند N ما ننساش تمام وحيطلع كنته بالNegative وهو Reverse طيب كم تا ال-Diode ده بيبقى Reverse لما ال-Input تبقى بالNegative صح ال-Input هنا بالNegative والنحية التانية الفولت على output بكام 0 0 يعني هنا Negative وهنا 0 Negative 0 ال-Negative بس فالVoltage Drop اللي على ال-Diode هنرسمه كده 0 ده في Forward بعد كده Negative في Reverse 0 في Forward بعد كده Negative في Reverse وهكذا الماكسمم بتاعه كان هو الماكسمم بتاع ال-Input كان Negative VP يبقى ده Negative VP يبقى الماكسمم Reverse Voltage هو Negative VP وما تنسوش Negative تمام مادم Reverse Voltage يبقى في إشارة Negative حد عند سؤال صعب المسألة صعب المسألة شوية انا ايه اخر مسألة دي حلها معاكم نهاردة تمام نكمل المرة الجاية الايه باقي الموطلز example ده زود زود بقى component حط ال-VS دي sinusoidal من 24V إلى negative 24V حط 100Ohm ضايل ده ده ال-P وده ال-N ال-Current الماشي في الضايل وحط DC supply 12V هنا البوستف وهنا النقد وانا خد ده ال-A ال-Ground التاعتنا طي ال-A لو ال-Sinusoid اللي هو 24 peak amplitude ديت هي ال-Input احسب الفراكشن بتاعت السايكل اللي ال-Diot فيها high conduct معنى ال-Conduct يعني يبقى A forward وعايز peak value لل-Diot current وعايز peak بردو أو maximum reverse bias voltage تمام؟ نبدأ بقى المطلوب واحنا المفروض في سينسويد ديت هي اللي داخلة هنا على ال-Input تمام؟ هتشوف meet ohm resistance وضايد اتفقنا لما تبقى positive ال-Diot high conduct ولما تبقى negative ال-Diot مش high conduct الكلام ده كان لما ايه كانتش فيه بطارية هنا احنا هنا عايزين لما ال-P يبقى أعلى من ال-N هي ال-N عليها بولت كام 12 12 مضبوط يبقى احنا لما ال-P هنا تبقى عليها بولت أكبر من 12 ال-Diot هيحصل له هيبقى forward هي conduct ولو ساوت 12 أو أقل من 12 هيحصل ايه reverse ال-Diot هيبقى بالظبط في reverse فاحنا ادي هي ال-VS تمام اللي هي ال-VS اللي هو حاطيتها في ال-Input تمام اهي من 24 لنقص 24 ونحط خطة عند مين عند ال-12 أول أول ما ال-VS تعلي عن 12 فولت الضي يحصل ايه يبقى forward ومدام forward يبقى يمشي في current امام امام لغاية ايه لغاية ما هنا هو تقل عن 12 ويبقى current اللي ماشي ايه بزير علية عن 12 يبتدي current يظهر قلت عن 12 current ايه يبقى بزير امام يبقى هنا current هنا في forward الضايد في forward هنا الضايد في reverse طيب هو عايز ايه عايز الفراكشن بتاعت السايكل اللي الضايد فيها بال forward ايه الفراكشن بتاعت السايكل انتوا عارفين السين وكوزين اللي ها ثيتا صح الثيتا دي بتتغير يعني لو دي كوزين مثلا يبقى السيتا هنا هي الزير بتاعنا بس ولما توصل بال ايه الهنا سيتا كام كوزين سيتا كام بزير وهكذا تمام فهو عايز السيتا بكام في كل المنطقة اللي الضايد هبقى فيها فورت فهو سماها 2 سيتا يعني احنا عايزين نجيب 2 سيتا ليه لانه خد الزير في النص تمام وقال ان ده كوزين اكي والحتة هنا دي النقطة دي بتحصل ايه لما الفورت يبقى ب12 فورت تمام سمو ثلثات زي احنا عندنا بتاعة الفي اس هي 24 كوزين ثيتا صح ولا لا 24 كوزين ثيتا طيب احنا عايزين الثيتا دي اللي هي من هنا لهنا اللي هي الفي اس هتروح لكام ل12 هتنزل ل12 فلما الفي اس تبقى ب12 هتزاوي 24 كوزين ثيتا يبقى الثيتا بكام يبقى الثيتا بكام ب60 ب60 فلما الثيتا ب60 احنا عايزين نحسب ايه انو الصين دول تمام او جزئين دول اتنين سيتا فاتنين سيتا بتاعتنا كام ب120 ان هي اتنين في 60 ده اول مطلوب طيب بكتور ما شو كنت سؤال اه اتفضل انا برضو مش فاهم السيتا دي بتعبر عن ايه او الست بتعبر عن ايه او بص هقولها لك بالرياضة مش دي رسمة الكوزاين صح اه تمام دي كوزاين كوزاين سيتا صح تمام يعني انا اقول الواي هتساوي كوزاين سيتا فين الواي اه فين السيتا اه السيتا هنا بكامل بزيرو بزيرو السيتا هنا بكامل واي على اثنين السيتا هنا بكام بعد سايكل كاملة نمط صح السيتا هنا بكام وايه والنقطة دي فين عند 12 فتديني سيتا كان اه تمام وطبعا لشان هي ايه من ناحيتين يعني هي on post سيتا و negative سيتا فاحنا عايزين اثنين سيتا ايه ايه هو هو الماكسما يبقى الدايود في النقطة دي forward ولا reverse forward فهنا 24 هيحصل voltage drop على 100 والدايود forward فحيبقى short circuit الفولت اللي عليه بزيرو معنى كده ان هنا 12 فولت وهنا 12 فولت يبقى voltage drop على resistance بكام 24 ناقص 12 الcurrent اللي ماشي يبقى 24 ناقص 12 على 100 اوم وهو ده current اكبر current حيمش في الدول مش حيمش اكبر من كده في حد نعم سؤال طيب آخر مطلوب بقى maximum reverse voltage فين reverse قولنا من النقطة دي للنقطة دي نحو كده فين reverse من نقطة دي اهو لغاية النقطة دي الcurrent فيها بزيرو والvoltage على الدايوت هيبقى ايه طرف ما فيش current ماشي يعني current بزيرو هنا نمسح الفولتات القديمة دي current بزيرو يعني هنا voltage drop بزيرو كأنه short circuit مش sorry short circuit لأ الفولت بزيرو تمام لغاية لغاية النقطة دي النقطة دي الفولت عندها ب12 volt هنا 12 volt وهنا الفولت بكام حسب ال vs بكام بدايكنا من ايه من 12 وانتنازل تمام من 12 بكام الاكبر رقم هنا negative كام 24 24 يبقى الماكسمام reverse voltage هيحصل عند 12 ولا هيحصل عند 24 24 24 24 ناقص 24 بالزبط والفولت كان reverse volt maximum ناقص 24 ناقص 12 هو هنا عشان ماشي بالA والطب بالقصدف بس هو المفروض هنا ناقص 24 ناقص 12 ناقص 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 12 يساوي ناقص 36 30 يبقى أعلى volt هيبقى عالضايد ناقص 36 volt بس يبقى لازم تختار ضايد يستحمل الفولت ده عشان تعمل الدايرة حد عن السؤال يا شباب سمام دكتور أنا حكتفي الزايد هنا نكمل الضايد إن شاء الله الخمسة الجاية سمام سمام شكرا دكتور شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر